مرحبا، سيأتي العام القادم، 2023، بالعديد من الزيادات والإعانات المالية والإعفاءات الضريبية التي تشمل معظم فئات المجتمع، وإليكم في هذا الفيديو نظرة شاملة على التفاصيل زيادة معونات الجوب سينتا اعتبارا من 1 يناير كانون الثاني 2023 سيتم تحويل نظام هاتس فيا إلى النظام الجديد أموال المواطنين بيرجا جيلد الذي سيأخذ التضخم الحالي والمستقبلي بعين الاعتبار عند حساب التأمين الأساسي للمواطن أو ما يعرف بإعانات البطالة من الجوب سينتا وإليكم مقدار الزيادات على المساعدات الشخص البالغ الأعزب في ألمانيا سيحصل على 502 يورو بدلا من 449 يورو الحالية بزيادة قدرها 53 يورو الأزواج والشركاء سيحصلون على 451 يورو بدلا من 404 يورو الحالية بزيادة قدرها 47 يورو الأطفال حتى سن الخامسة سيحصلون على 318 يورو بدلا من 285 يورو بزيادة قدرها 33 يورو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما سيحصلون على 348 يورو بدلا من 311 يورو الحالية بزيادة قدرها 37 يورو الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيحصلون على 420 يورو بدلا من 376 يورو الحالية بزيادة قدرها 44 يورو جدير بالذكر أن قانون أموال المواطنين يتضمن أيضا على زيادات لمتلقي بدل المعيش الأساسي أو التأمين الأساسي من دائرة الشؤون الاجتماعية الزوزيال أمت وفقا للمستويات التالية زيادة مخصصات الأطفال تبلغ مخصصات الأطفال الكندا جيلد حاليا 219 يورو للطفل الأول والثاني و225 يورو للطفل الثالث و250 يورو للطفل الرابع ولكل طفل إضافي ولكن اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2023 سيتم زيادة الكندا جيلد بشكل موحد إلى 250 يورو شهريا أي بزيادة قدرها 31 يورو أكثر من ذي قبل للطفل الأول والثاني وزيادة قدرها 25 يورو للطفل الثالث مع العلم أنه لن يكون هناك زيادات للطفل الرابع ولأي طفل إضافي بعده جدير بالذكر أنه يتم حاليا دفع مخصصات الأطفال الكندا جيلد لحوالي 17 مليون طفل في ألمانيا جدير بالذكر أيضا أن الأطفال أو الشباب الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر يمكنهم أيضا الحصول على الكندر جيلد حتى سن الواحد والعشرين إذا كانوا عاطلين عن العمل وحتى سن الخامسة والعشرين إذا كانوا في التدريب المهني الأوسبلدونج زيادة إعانة السكن نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة سيتم توسيع دائرة المستحقين لإعانة السكن إلى 2 مليون منزل في ألمانيا حتى الآن يحق فقط لحوالي 600 ألف فرد أسرة الحصول على إعانة السكن وسيتم زيادة إعانة السكن في المتوسط بمقدار 190 يورو هذا يعني أن المتقدمين سيحصلون على 377 يورو شهريا في المتوسط بدلا من 177 يورو الحالية وبالتالي يمكن للأشخاص الذين لديهم القليل من المال ولا يتلقون إعانات اجتماعية التقدم بطلب للحصول على إعانة السكن زيادة علاوة الطفل سيتم مع بداية العام الجديد 2023 زيادة علاوة الطفل كيندات سوشلاغ إلى 250 يورو شهريا بدلا من 229 يورو الحالية بزيادة وقدرها 21 يورو شهريا إعانة الطلاب سيحصل الطلاب ومن الممكن التقدم بطلب للحصول على الإعانة عبر منصة مركزية على الإنترنت والتي لا تزال قيد الإنشاء من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات وسيتم دفع الأموال في الفترة بين يناير وفبراير 2023 زيادة المعاشات التقعودية اعتبارا من 1 يوليو تموز 2023 من المتوقع أن تزداد المعاشات التقعودية بنسبة 3.5% في ألمانيا الغربية وبنسبة 4.2% في ألمانيا الشرقية وهذا يشمل حوالي 21 مليون متقاعد في ألمانيا من أجل التخفيف من آثار التضخم على ضريبة الدخل لحوالي 48 مليون مواطن في ألمانيا سيتم في عام 2023 رفع الحد الأدنى للمبلغ الأساسي المعفى من الضرائب في ألمانيا أي الدخل الذي لا يجب دفع ضريبة عليه بمقدار 561 يورو من 10347 يورو إلى 10908 يورو بالإضافة إلى ذلك سيتم تطبيق الحد الأعلى للضريبة شبيتسنشتويازاتس البالغ 42% على الدخل السنوي الذي يزيد عن 62 827 يورو بدلا من 58 597 الحالي شكرا لكرم المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر